جاء التشكيل الكامل لمجلس أمناء الحوار الوطني معبراً عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية كما نال التشكيل استحسان الأحزاب والقوى السياسية حيث رحبت أحزاب المستقلين الجدود والوافد وحماة الوطن ومصر أكتوبر وغيرها بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنية استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني يضم كافة القوى والأحزاب السياسية ها هي المهمة تنجز في إعداد حوار وطني ينطلق بشواغل وأحلام الشعب وقوه السياسية إلى الجمهورية الجديدة إدارة الحوار الوطني أعلنت التشكيل الكامل لمجلس أمناءه باختيار 19 عضوا يمثلون مجموعة من كبار المفكرين والخبراء السياسيين والاقتصاديين ونشطاء حقوق الإنسان والمرأة اختيارات تمت بالتشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار الوطني بعد تشاور استغرق نحو عشرين يوما التشكيل الذي جاء معبرا عن المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية نال استحسان الأحزاب والقوى السياسية حيث رحبت أحزاب المستقلين الجدد والوفد وحماية الوطن ومصر اكتوبر وغيرهم بتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني الأحزاب والقوى السياسية أكدت أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني خطوة جديدة ومهمة تعبر عن جدية الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية حيث تنتمي الشخصيات المنضمة للتشكيل لمختلف الطوائف والطيارات السياسية وطوائف المجتمع إدارة الحوار الوطني تنعقد خلال الأيام القادمة ضمن خطوات حثيثة تهدف ضمان التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار بما يخدم صالح المواطن